اشتركوا في القناة 24 على الصعيد العاطفة نحبلش بهالجملة المكتوبة بهالشهر بالكتاب أنت خسر شخصا بسبب الموت أقل إلاما من خسارته لانعدام الثقة الموت يقضي على المستقبل فقط لكن الخيانة تقتل الماضي أيضا يا عزيزي عاطفيا أنت بحاجة لحدا بطيب خاطرك بهالشهر وبيخفف عليك الضغط وبيسيرك بكل شي عم ترغب فيه وتفكر فيه لحسن الحظ أنه فينيوس ببرج العقرب لا تاريخ 17 بيحميك من بعض الملمات وبعض القلق بيولد أجواء لطيفة ولقاءات عزبة بيطفي عليك سحر خاص وجاذبية فبتستقطب المحبين وبترأف ببعض المقربين يلي أسأت لقلهم ربما أو أنت استأت منهم في السابق تحتاج عزيزي الجدي لأنك تنفتح على من تحب وتبتعد عن التحفظ والصمت والقوقعة والعزلة ما ترفض الحوار إذا حدا حاول أنه يحاورك تقبل تبادل الآراء يمكن تضطر للدفاع عن نفسك كمان وتشرح موقفك لأحد الأشخاص يلي بتوسع فيه وتلاقي صعوبة بالمصارحة التامة تحلم بأوقات حميمة مع حدا بتحبه ويمكن تروح برحلة سرية أو تلتقي بيحدا بيهتفلوا قلبك بعيدا عن الأضواء بيحملك الفلك كمان مفاجأة جميلة بين 14 و 17 أوف ثلاثة أيام بس بس على الأرجع هاي المفاجأة بتجي بهالوقت أما الضغط فبيخف اعتبارا من تاريخ 18 لأنه الأجواء اللي هتكون أحلى لإلك تشعر أن المناخ العام صار أكتر لطف معك وتجاوب مع أمنيتك يمكن يعود لك عن شيء فأدته قبل من أمان وقت مأمان هيدا على الصعيد العاطفي على الصعيد المهني فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر